السلام عليكم وسعد الله مساكم كل خير مساء الخير ومساء الورد على الجميع ياهلا والله وسهلا فيكم مثل ما شفتوا حفل التدشين تدشنت اليوم جلي منجارو أو منجيرو تقريبا منجارو منجارو لأسم الصحيح منجارو آآ الفين ثلاث وعشرين فئة جديدة جدا فخمة قد ما أقدر مني أنا أقول لكم السيارة صدق لها هيبتها ولها فخامتها ما راح أو فيها حقها آآ جمينة بما تعنيه الكلمة جميع المواصفات راح تكون بأربع فئات تقريبا آآ الفئات كلها بتكون آآ ممكن نفس الجنوط هذي فئة ثانية الفئة الفل كامل شوفوا هنا راح نمر عليها شوفوا الجنط حق الفل كامل بيكون على الشكل هذا لكن خلونا على الجنط اللي موجود هنا طبعا الجنوط هنا مقاس عشرين على آآ كفرات ميتين وخمسة واربعين خمسة واربعين جنوط عشرين بس خلنا نتأكد أي ميتين وخمسة واربعين خمسة واربعين على جنط عشرين جنوطها جدا جميلة تطعيمات الكروم اللي موجودة هنا على اطراف الابواب برضو تطعيمات المرايات الجانبية اللي موجودة اشارة بالمرايات مقابليت الطي كاميرا من اصل اربع كاميرات موجودة بالسيارة اللد النهاري هذا هو الاضاءة طبعا بتكون الاضاءة الامامية والخلفية بنفس الوقت شبك جليل كبير وبشعار جليل تتوسطة وكاميرا ما شاء الله تبارك الله تطعيمات الكروم اللي جاية على اطراف الشبك وفي الصدام بنفس الوقت الشمعة جاية عجزتين عالي وواطي بنفس الوقت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شوفوا جمال السيارة طبعا تجي بفتحة سكف بنوراما كاملة الدخول بصمة والتشغيل بصمة هذا الشكل كامل انا اكثر شي جذبني خلفية السيارة شوفوا كيف خلفيتها طبعا تجي بست حساسات امامية وست حساسات خلفية والكاميرات المحيطية طبعا جميع انظمة الامام موجودة فيها نقط عامية تحديد مسار رادار الخروج عن المسار تنبيل اصطدام الامامي الخلفي جميع الانظمة للسلامة موجودة فيها السيارة هذه شوفوا كيف القصة اللي موجودة من بداية السيارة الى النهاية ما شاء الله تبارك الله جمال غير طبيعي طبعا الشمطة تنفتح بضغطة زر شوفوا التنبيه بالاضاءات تعطيك حركة كذا بالاضاءة ستارة خلفية موجودة تحمي الاغراض الخاصة فيك حجم التخزين جدا كبير بامكانك تصفط المراتب الخلفية تعطيك مساحة اكبر اضاءة هنا باللون الابيض منفذ 12 فولت موجود فيها عندكم هنا مساحة تخزين جدا كبيرة كذلك بسم الله هنا الاستبنى جاية تحت السماعات موجودة هنا بالخلف وتتقفل وضغطة زر نوريكم جمالية الداخلية وفخامتها طبعا الفئات العادية بتكون نفس الالوان الداخلية هذي اللون تقريبا قريب من العنابي او البني جلد هنا شوفوا التخشيب كيف جاي الكروم جاي ممتد مع المسكة الابواب السماعات بنظام بوز هذا شي جميل طبعا الساوند سيستم اللي موجود فيها النظام الازم فيكس الخاص بمقاعد الاطفال جاي باللونين مثل ما قلت لكم تكايب النص حاملات اكواب تكييف خلفي بمناخ مستقل خلفي فتحتين يو اس بي مكان للتخزين بسيط هذا فتحة السقف البنورامية بسم الله بغير انطيح طبعا نشوف الكروم اللي موجود هنا الدخول اه بالبصمة شوفوا كيف جمالية التخشيب مع الكروم اللي موجودة تخزين لوضعية السايق اه بتخزينين او اه بوضعيتين التحكم انا نتأكد بس ايوه تحكم اوتو كامل اه للجميع القزاز قفل الابواب قفل القزاز تحكم بالمرايات الجانبية فتح الشنطة جاي من هنا نفس الشي هنا التحكم بالاضاءة اه الامامية ترفعها وتنزلها على راحتك هنا جاي جلد البيانو البلاك اللي موجود هنا الطب لون جاي كامل اه باللون العنابي جاي لونين شوفوا اللونين اللي موجودة هنا لون الدراكسون جاي بالعنابي مع الافوايت والتحكمات اللي موجودة هنا الشاشات الجميلة اللي موجودة هنا طبعا الله يعيننا على الازعاج اللي يسمعتوه من شوي سامحونا لكن ما قدرت اني اصور الا بعد ما خفت الزحمة في الحفل ما شاء الله شوفوا طول الشاشات هنا متر كل شاشة موجودة هنا 12.3 تقريبا انش شوفوا حتى الراكب مدلعين بشاشة الحال فالشاشات ما شاء الله طبعا سرعة الاستجابة جدا ما شاء الله خرافية هنا لحظة شوفوا سرعة الاستجابة ما شاء الله تبارك الله استجابة خرافية صراحة system lounge language اللغة العربية الحين قلبناه عربي شوفوا والله ما شاء الله تبارك الله طبعا التكييف هنا ايوا كذا اشتغل التكييف هذه اختصارات التكييف طبعا موجودة مناخين اه مستقلة للسائج والراكب اه اه هنا ضغطت الزر الخاصة بالتشغيل السيارة الجير مثل ما قلنا لكم من ثمان سرعات اوتوماتيكي هنا البريك اه البريك الالكتروني موجود فيها التخشيبات اللي موجودة هنا مفتاح السيارة قفل فتح الشنطة فتح الابواب تشغيل عن بعد جلي درايب مود هنشوف ايش بتكون الوضعيات الرمال الاقتصادي المريح الرياضي هذه وضعيات القيادة طرق الوعرة الجليد والرمال هذه كل وضعيات القيادة عاش الله تبارك الله صراحة ابداع وفخامة غير طبيعية سماعات البوز طبعا موزعة بكل مكان هنا وهنا سقف كامل كنتارا الشمسات اللي موجودة فيها اضاءة مثل ما تشوفون هنا النظام بتعتيم حتى عند الراكب شماسة باضاءة سماعات بوز اه برجكتر موجود فيها برضو ما شاء الله وموباين طبعا عشان اه لضاعات اللي موجودة هنا لكن بشكل عام بصراحة السيارة فخمة مكان تخزين بسيط ترجي اللي موجود هنا شوفوا كيف قصة المراتب اللي موجودة هذه المخلفية الاسعار للسيارة تقريبا اقل فئة تبدأ من 119.000 وكسور اللي بعدها 130 تقريبا اللي بعدها 142 الفل كامل اعلى فئة 149 وكسور يعني تقريبا خنا نقول 150 فهذه تقريبا الاربع فئات وهذه اسعارها اه كاملة بكرة ان شاء الله راح نسوي عليها تغطية ونسوي عليها تجارب باذن الله ونوافقكم بكل التجارب وبنسوي التغطية هذه واصورها لكم كاملة لكن بشكل عام حبيت اني اعطيكم شي سريع عن اه جلي اه من منجارو او منجارو ايوة ان شاء الله انه الاسم اه نطقناه صح فصراحة جدا جميلة مرة مرة فخمة فخمة غير طبيعية خلنا وريكم الالوان هذا اللون الابيض طبعا شوفوا اللون هذا اللون الابيض كامل نجي لتفاصيل المحرك السيارة اللي معانا اربع سلندر الفين سي سي توربو تعطي قوة ميتين وخمسة وثلاثين حصان بعزم دوران اه ثلاثمائة وخمسين نيوتن متر القير اوتوماتيكي من ثمان سرعات هذي فئة الفل كامل اللون الزيتي لكن طبعا تفاصيلها تفرق عن عن اللي تول فئة العادية هنا كنتارة هناك جلد شوفوا هنا كنتارة هناك جلد هنا كنتارة بالنص مع جلد داخلية جاية باللون الاسود الالوان الداخلية ما تتغير يا اللون هذا يا اللون اللي توشفته من شوي هنوريكم من الجهة الامامية هذي بتكون داخلية فئة الفل كامل شوفوا العلوان طب لون جاي باللون الاسود دراكسون جاي باللون الاسود هناك جاي لونين لكن هنا المراتب جاي لونين اسود وزيتي تقريبا هذي الشاشات ماشا الله تبارك الله هذا بشكل عام لون السيارة شوفوا الجنط هنا يفرق معاك في لون ثاني هناك اللون الرمادي اللا عشان تكون واضحة ما حبينا نصور والزحمة موجودة لكن هذا اللون الرمادي شرايك بالسيارة جميلة هذا اللون الرمادي ففي ثلاث الوان حاطينها لنا علشان نشوف جمالية السيارة بصراحة الخلفية ابداع كذا غطينا لكم جيلي منجارو الفين ثلاثة وعشرين الجديدة خمس ركاب شي خرافي بكرا ان شاء الله باذن الله راح نسوي عليها تجارة كتستدرايب راح اعطيكم كل التفاصيل عنها اخوكم متعب السعد لا تنسون تشتركوا معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات بالوصف تحت راح اعط لكم جميع التواصل الاجتماعي الخاص فيني تناب شات تيك توك انستجرام الله يحييكم جميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة